تعود الاتهامات من جديد لوزارة الاتصالات ومن خلفها الشركات المزودة للإنترنت بالمسؤولية عن سوء الخدمة في العراق حيث لا يزال العراقيون يشتكون من بطئها مقارنة مع ارتفاع أسعار الخدمة ويشير خبراء في التكنولوجيا والاتصالات إلى أن إعلان وزارة الاتصالات عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت في عموم العراق لم يغير من واقع الخدمة السيئة أصلا فضلا عن عدم مصولها بالحقيقة للعائلات الفقيرة من جانبها رمت وزارة الاتصالات بالمشكلة في ملعب الشركات المزودة للخدمة والتي أكدت تجاوز عددها 200 شركة 100 منها غير مرخصة إلى جانب أكثر من 15 ألف وكيل وتحمل وزارة اتصالات هؤلاء مجتمعين مسئولية التلاعب بحزم الإنترنت المجهزة من خلال مشاركة أكثر من مشترك في حزمة واحدة فضلا عن تشيد أبراج اتصالات بقرارات شخصية كما تقول الوزارة اتهامات يقول ناشطون أنها تنصل متعمد من مسئولية وزارة الاتصالات عن مراقبة سوق الاتصالات والإنترنت في البلاد وعدم تطوير البنية التحتية التي لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية تزامنا مع الفساد الحاصل والتواطئ بينها وبين شركات الاتصالات إضافة إلى تغاضيها عن تهريب الإنترنت من إيران للعراق وتأثيره على جدة الخدمة في البلاد ويحتل العراق المرتبة 115 عالميا من أصل 180 دولة بسرعة الإنترنت حيث تراجع درجتين خلال السنتين الماضيتين مع فشل الحكومات المتعاقبة بوضع حلول جذرية للأزمة الحاصلة فضلا عن تأكيد منظمات حقوقية على رأسها منظمة أكسيس ناو الأمريكية أن تضييق على حرية الإعلام والإنترنت مستمر في العراق والذي حل من بين 35 دولة قطعت الإنترنت لقمع التظاهرات لحماية مرتكب الانتهاكات من العقاب